بعبارات شديدة اللهجة أدان رئيس المجلس الوطني الصحراوي حم سلامة زيارة المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا إكواس إلى مدينتي العيون والدخل المحتلتين خطوة احتبرها سلامة تشجيعا لاستمرار الاحتلال المغربي لأجزاء من الصحراء الغربية وانتهاكا لسيادة الجمهورية الصحراوية خاصة وأن الزيارة تفصلها أياما قليلة عن انضمام المغرب المحتل لمجموعة الإكواس الزيارة التي أقدمت عليها المجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا إكواس يعني هو تحدي واضح لمبادئ التسلسي الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول غربي إفريقيا من خلال محاولة فرض أمر واقع في الصحراء الغربية متتبعون وصفوا زيارة الإكواس بالانحياز المباشر للمغرب قضية نزاعها مع الصحراء الغربية وخروج واضح عن أهداف المجموعة الاقتصادية باحتبارها أكثر المنظمات الإقليمية الإفريقية تحقيقا لأهداف التكامل الإقليمي والأمن الجماعي في المنطقة نريد أن نذكر أيضا الإكواس على أن الصحراء الغربية تعتبر مستعمرة تعتبر منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي إذن من خروج عن القانون الدولي تعتبر زيارة هذه المنطقة هو خروجا عن القانون الدولي وكما أنه خرج عن القانون المؤسس للإتحاد الإفريقي اجتماع الإكواس بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية وضع المجموعة الاقتصادية في محل تناقض وعائق أمام جهود الاتحاد الإفريقي في سبيل إيجاد حل سلمي ودائم للنزاع الصحراوي المغربي باحتبار الصحراء الغربية عضوا مؤسسا للإتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر